السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله واشتد أن لا إله إلا الله أحده ولا شريك له واشتد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كل سن طيبين جميعا والنهاردة إن شاء الله مع المحاضرة السادسة من الكريستال كيمستري النهاردة إن شاء الله نتكلم على حقتين والجزء أولا أني أظن المظاهبة سهلة إن شاء الله اللي هو وده زي اللوق اللي احنا أخد نفسنا أولى وتعودنا عليه قبل كده بس ده حاجة يعني يعني وفي بعد كده أو بسمها وده هنتكلم عليها إن شاء الله النهاردة نبدأ بالمدخل منين بنجيب بس ده حاجة إحنا أخدنا قبل كده الألمنتس أو كريستيرغرافي وعلى أساسها أقسمنا الكريستال لس وبعد كده أخدنا الألمنتس أو سيمتري اللي هي أخدنا الألمنتس أو سيمتري اللي هي الرسل أو المنطقة والفايلة أحمد أو أجل أو المنطقة قسمنا الكريستال أو 7 كريستال كلاسز 7 كريستال سيستمز قسمناها 32 كريستال كلاسز طيب هل ممكن نقسمها العدد أكبر من كده أكبر من 32؟ لا لا وإن احنا أقصى عدد ممكن من الاحتمالات اللي هو 32 كلاسز وبالتالي من غير ما يحصل أي نوع انواع التكرار فقسموا السبعة كريستال كلاسز اللي احنا أخذناهم او السبعة كريستال سيستمز إلى 32 كريستال كلاسز اذا 32 كريستال كلاسز. كل واحدة من الكريستال سيستمز اللي احنا اخذناها يعني مثلا كيوب كريستال سيستمز بتتقسم جواها لصاب كلاسز مجموعة من الكلاسز وهكذا كل فصيلة من اللي احنا اخذناها بتتقسم لي صاب كلاسز بحيث ان احنا لما نجمع عدد الصاب كلاسز النهائية او الكلاسز النهائية هنلاقيها 32 كريستال كلاسز. طيب الهيرمن موجان سيمبل هو ده اختصار او رمز بنربس بيه لكل كلاسز من الكلاسز دي. وهو اختصار ليه المفروض بتمثل الكلاسز دي. الهيرمن موجان ده جي منين جي من الاتنين من العلماء اللي هو الهيرمن والموجان دول هم الاتنين مع بعض عملوا السيمبل ده او الطريقة دي في الاختصار وهي بقت مشهورة وبالتالي خلت الاسم بتاعهم الاتنين. ده ما يمنعش ان احنا في عندنا طرق تانية من طرق السيمبلز دي زي اللي احنا كنا بناخدها زي اللي احنا كنا درسنا قبل كده. وهو الهيرمن موجان ده وغيب جدا جدا من اللي عشان كده بقول لكم ان شاء الله انه سهل ما فيهاش حاجة. لكن اشهر حاجة بتستخدم اللي هو اللي بيستخدمه غالبا فيه المنورولوجي وبيستخدم انه سهل فيه تطبيقه عن الانواع التانية اللي هي اه بتستخدم. قبل ما اخش على الهيرمن موجان سيمبلز يهمنا ان احنا نعرف الرموز اللي احنا هنستخدمها في السيمبل ده. احنا عندنا اما ان يكون عندنا او الروتيشن اكسس او الروتيشن اكسس او الانفرجن اللي هي السنتر اللي هي بنرمز لها غالبا بالاي او الان. بس هنا ما حطهاش لان احنا مش هنستخدم في الهيرمن موجان سيمبل مش هنستخدم فيها السنتر الف سيمتري مش هنستخدم فيها السنتر الف سيمتري. احنا عندنا اه بيرمزوله برمز ام سواء في هيرمن موجان سيمبل او في السيمتري عادي. الروتيشن اكسس بيرمزوله في في السيمبل الف سيمتري بيرمزولها بيحطوا العدد التكرار. اه 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 ا 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 اما في الهربان موجان سيمبل نرمزها بواحد بار اثنين بار ثلاثة بار وهكذا احنا دولة اللي هيهمونا لان دولة اللي هنستخدمهم في السيمبل بتاعت طيب القواعد اللي احنا بنستخدمها في الهربان موجان سيمبل هي ان احنا بنقول لو انا عندي بيكتبها اكس اوبر ام اللي هو تعتبر اكس ده ده الاكس ده ده اللي هو الاكس والم دي اللي هي الروتيشن الروتيشن اه اللي هي الميرول بلين وبالتالي احنا عندنا في اه تو اوبر ام وفي اوبر ام وفي اوبر ام وهنقول دلوقتي احنا ليه ما عندناش اه في النوع ده من انواع الاكس ده العلاقة ما بين الاكس وبين اللي ما فيش اه محور تماثر سلاسي على على بلين هنقولها دلوقتي طيب اه فيه تلات حاجات او تلات علاقات بيربطوا لي المحاور المحاور مع البلين اول علاقة بتقول لي لو انا لو انا عندي الروتيشن اكسس بارل للبلين بارل للبلين دي بيرموزوا لها ازاي بيرموزوا لها اه اتنين ام ام يعني اتنين ماشي معا اه مستوى وماشي معا مستوى تاني يعني عندي محور تماثر سنائي ماشي مع المحور تماثر سنائي ده بلين وبلين ده هنا ماشي معاها بارلل لي ماشي كده او تلاتة ام او اربعة ام ام او ستة ام ام وهكذا ليه بيقول ام ام لان انا عندي محور ربع ده بيكرر البلين بيكرر البلين اللي موجود فانا اه لو انا عندي فيه بلين واحد فبيجي محور ربع بيكرره تاني فيبقى موجود اكتر اكتر من بلين عشان كده بقول ام ام كده كده بقول عليها اتنين ام ام المهم ان انا لما يقول يحط لي الرمز بتاع المحور محور صنائي وما يحط ليش شرطة كده يبقى ده معناه ان المحور الصنائي ده بارلل لي بارلل لي الميرو بلين زي اللي عندي طب لو افترضنا او الميرو بلاي او البلين او الروتو انفيرجن اكسس الميرو بلين عمودي على الميرو بلين بيتحط اه تو اوفر ام تو اوفر ام هو هنا بيقول لي ان هو زي ما في عندنا في تري اوفر ام في فور اوفر ام اللي قالوا محور كلها لكن اخد بالنا ان احنا خذنا قبل كده ان تري اوفر ام ده بيكافئ. يكافئ. بيكافئ. وبالتالي احنا غالبا بنستخدمش كلمة وتري اوفر ام وبنستخدم مكانها دي دي اللي في قائulan الان. بعد كده تقريباً ما فيش احتمال التاني. ما فيش احتمال التاني. احتمال التاني يبقى ماشي مع المستوى. احتمال التاني عمودي على المستوى. ما فيش عندنا احتمال التاني ان فيه محور موجود اه بيرل او موجود في في مستوى غير مستوى. ده مش موجود عندنا في الفراج بتاع البلورات والتالي. نحن عندنشغل النوعين الاولين اللي هم الموجودين عن بذول. طيب نبدأ بمثال آآ فصيلة وده ده بيمثل لي بتاعها. طيب. الفصيلة دي مسلا بيقول لي آآ دي مكونة من ايه? مكونة من آآ محور تمثل سنائي عمودي على على بلين. محور تمثل سنائي عمودي على بلين. محور تمثل سنائي عمودي على بلين. دي فصيلة. دي فصيلة. كنا بنحنا بنكتبها قبل كده بالشكل ده وبنحط بعد كده اللي هو المركز بتاعي. المركز بتاعي. احنا في المركز خالص. طيب. اللي بيقول لي ان انا في عندي دي طريقة ده اللي هو طريقة بتاعه. الاختصار بتاعه. بتاعه ان احنا بكتبه وعنا نشوف دلوقتي ان احنا عندنا ده لي اختصار نفسه ده اختصار نفسه. ده مسلا بيقول لي ان انا في عندي محور رباع علىнибудь 확실히 على م. ومحور رباع عمودي على او محور صنائي على ام. ومحور صنائي على ام. بس هنا بيقول لي حاجة. بيقول لي ان انا عندي ان المحور الصنائي ده مش عندي محور واحد ده انا عندي اتنين محور صنائي عندي اتنين محور صنائي بيقول لي ان انا عندي فيه اتنين محور صنائي عمودي على البلين وبعد كده اه اتنين محور صنائي تاني عمودي على البلين فانا هنا عندي ده لو انا لو انا كنت بكتبه بالقانون القديم كنت بكتب ايه اه فور اوبر ام وبكتب اتنين صنائي عمودي على واثنين ثناقي عمودة. واندله احنا بقدر ناخذه احنا بنلغي ده حني احنا بيقول ان انا في عندي اثنين ثناقي عمودي وفي كمان عندي اثنين محورة wig衡 أصبحت اوعا علامة على الام ايه هو هنا ما بيكتبش الاثنين والاثنين دي هو بيسير دي للحparent بقول لي طالما انا عندي محور رباعي فبيكرر لي المحاور السناية. بيكرر لي المحور في محور واحد السناية بيكون عندي اتنين محور سناية عمودي عيدين. فهو طالما عندي في واحد رباعي فهو بيكرر لي المحور السناية فوع عشان كده ما بيستخدمهاش. عشان كده ما بيستخدمهاش. العينة قلنا او اهم حاجة فيه ان هذه هي بتبقى مختصرة. مختصرة على قد ما بيقدر. آآ ناخد مثال كده ازاي هو بيطبعه. ده مثلا آآ مثال اللي احنا كنا قلنا من شوية. انا عندي فيه آآ محور ده مثلا محور سي ده محور صنائي. وعندي فيه محور بي ده محور صنائي. وعندي ده محور اي ده محور صنائي. المحور سي ده عمودي على اللي هو ده. والمحور الاي ده عمودي على اللي هو ده. وعندنا المحور الاي ده عمودي على عمودي على اللي. فانا عندي هنا فيه ثري توفولد روتاشن اكسس. وثري ميرو بلين. ثري ميرو بلين. وفي عندنا اللي هو الانفرسن. اللي هو الانفرسن. اول حاجة عشان احنا نعمل القانون ده عشان يبقى سليم. اول حاجة بنحط التوفولد اكسس. التوفولد اكسس اللي موجودين عندي. ادي عندي اتنين اتنين اتنين. المحور صنائي ماشي مع الاي. محور صنائي ماشي مع البي. محور صنائي ماشي مع السي. دي اول خطوة. تاني خطوة باخد كل واحد من المحور الصنائي دي. وبعمل ان هو عمودي على ميرو بلين. عمودي على الميرو بلين. ان هو ادي المحور وهدي الميرو بلين. طب انا عشان يبقى عمودي عن فبستخدم عندي دي عشان يبقى عمودي عن وبالتالي يبقى ده الرمز بتاعي النهائي اللي انا بستخدمه الرمز بتاعي النهائي اللي انا بستخدمه يبقى انا ببدأ بحط المحاور بعد كده احط المحاور احط بعد كده المستويات وبعد كده علاقة المحاور مع المستويات ايه هل هي يبقى مش هحط هنا لو هو زي اللي هو موجود عندي ده فانا بحط عندي الباك باك 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 سفلاش اه مثال تاني مثلا فصيلة دي اه دي عندي هنا محور اه سي ده محور سنائي وعندي المحور سي ده بارلل لي ام وام بارلل لي ام وام فبعمل ايه ادي محور سي ادي محور سنائي بكتب الاول المحور سنائي عندي اه وان تو فولد اكسس وعندي اتنين ميرو بلينز اتنين ميرو بلينز بيتكتبوا ازاي الميرو بلينز بتحطوا جنبي ادي ام 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 هل ده بارلل لا ده ده بارل ده بارل فبالتالي بيبقى القانون بتاعي كده كامل مش محتاج ان انا احط سلاش مش محتاج ان احط السلاش لان ده هنا ايه لان ده بيبقى للتعامل بلميرو بلينز بيبقى مثال تانى طبعا مثال ده كومبل كاتت شوية فاصلت الكوبك وده مور كمبلكس او المسط وده في عندنا مجموعة من الاكسس عندي three four fold rotation axis. طيب وعندنا four three fold root inversion axis. وعندنا كمان six two fold rotation axis. وعندنا كمان nine mirror planes of symmetry. وعندنا كمان في center of symmetry. دي elements of symmetry بتاعت الكيوبك ساستم او طيب احنا بنكتبها ازاي? احنا عندنا دلوقتي اه عندنا في اه four fold. اه three four fold rotation axis. واحنا كنا بنقول على بل كده على المحاور السلسية كنا بنسميها هنا اه محاور سلسية بس لقيها دي محاور سلسية انقلابية. ده صحيح انها انقلاب. احنا قطعوا امراضة بنا اخدنا انها محاور سلسية عادية. هي محاور سلسية انقلابية. انا عندي هنا في three. اه في four three fold rotation axis. وعندنا six two fold rotation axis. كل واحد من دولة بنكتبه زي ما هو كده بنكتبه زي ما هو كده. بنكتبه زي ما هو كده. بنكتب اربعة وبنكتبش هنا بقى ان ده تلاتة وبنكتبش ان ده اربعة وبنكتبش ان ده اربعة وبنكتبش اني نحطش العدد ما بنحطش العدد ما بكتبش العدد. فدهوا كلهم بيتلاغوا وبنحطهمش موجودين. طيب تاني حاجة بيقول ان انا في عندي ميرل بلينز. ميرل بلينز دي هل ليها علاقة بالروتيشن اكسس اذا موجود عندي? اه ليها علاقة بالروتيشن اكسس. عندي ثلاثة منهم على ال four fold rotation axis. وعندي ستة منهم على ال two fold rotation axis. وبالتالي بتكتب اربعة اوبر ام ثري بار. بعد كده two اوبر ام. اه وبعد ما محطش هنا مفيش ماركتس. مفيش ماركتس بيحط هنا. يبقى ده كده اللو اف سيمتري او الهيرمن موجان اه سيمبل او اه هولي سيمتريكال كلاس اف كيوبك. اللي هي بنسميها الهيكسا اوكتهيدر. طيب ايه بوينت جروب قلنا? البوينت جروب ده ما هي الا الا الكريستال كلاسس. الكريستال اه كلاسس. ماشي? طيب. اه قلنا اندي بكم السللي الكريستال كلاسس اللي موجود عندي. طيب الكريستال كلاسس دي ده دي المفروض الاسماء بتاعتها. الاسماء بتاعتها. في عندي انا في فيه فيها اتنين كريستال كلاسس. ماشي. في المونوكلينيك فيه تلاتة كريستال كلاسس. في عندي في الأورتسرومبك فيه تلاتة كريستال كلاسس. في عندي في التراجونل في سيفن كريستال كلاسس. في عندي في الهكساجونل سيفن كريستال كلاسس. وفي عندي في في وفي عندي في في عندي في عندي اه لو احنا جينا نجمعوهم اتنين وثلاثة وثلاثة وسبعة عشر يبقى هنا خمستاشر خمستاشر وعندي عشرة تاني هيبقوا خمسة وعشرين وسبعة هيبقوا اتنين وتلاثين يبقى ده مجموعهم اتنين وتلاثين لو جينا نبص لكم كده هنلاقي ان في منهم مجموعة فيها اه سنتر اوف سيمتري ومجموعة ما فيها سنتر اوف سيمتري ناخد بالنا هنا احنا مهم جدا جدا نحفظ الهولو في اخبذ الهولو سيمتري كالكلاسسخ ذا يوليسي participate الهولو سيمتري كالكلاسخين دا الهولو سيمتري كالكلاسك دا tiveradterrál Patienten هو هنا حاطب ده الهيكساغنال ده وده الهولو سيمتراك fallats وده في الهليكساغونال ده الهولو سيمتراك القلاس وده اللي احنا لازم نحفظ الهولاسيمتراك الملاسيات دي لازل نحفظها. اما دي مش لازل نحفظها لكن هقول لكم ايه اللي مطلوب عن مننا في دي. طيب ده كان بس ده تقسيمة كده عشان نفهم آآ يعني ازاي كان زي ان انا اعرف بتاعتي عن طريق ان انا بطبق اللي موجودة فيه عشان في الاخر اوصل لنوع الكريستال آآ اللي موجودة عندي آآ في طبعا انا مش مش احنا بس ده مجرد انت عايز تبقى تمشي معها كده قيت ما تقدر تحدد ايه هي الكريستال كلاس بتاعتك انت حاجة حاجة اللي هو المفروض اللي موجودة عندي دي دي بتمثلي في الاخر اللي واحنا هجينا لعدهم هتلاقوهم من هم اتنين وثلاثين آآ كريستال كلاس اللي موجودين عندي. ده برضو حاجة تانية يعني رسم تانية بيبين لي ان انا بزاي بعرف او انواع الكريستال كلاس اللي موجودة عندي في لو جينا لعدهم برضه قدل يوم الاثنين وثلاثين وهنا بحطتلي في كل كريستال كلاس ايه هي يعني مسلا ده بيقول ان دي فيها محور صناي محور صناي محور صناي محور صناي ده الرمز بتاع اتنين 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 دي مسلا فيها محور صناي محور صناي محور صناي تلات محاور صناية وفي محور صلاي فوق فدي رمزها تلاتة اتنين وهكزا لان لقوا ان دول كلهم مفهمش مستويات فليها رمز عام اهو بدي لها رمز عام من الدول من غير من غير مستويات هتلاقوا ان دول كلهم مفيش محاور عمودي على المستوى. فديها رمزة عام بتاعها. وهكزا يعني ايه? دي طريقة ضمن الطرق اللي بيها بيختصر معايا التوزيع بتاعة الكريستال آآ اللي موجود عندي. اللي هي او بسميها فاحنا بس ده حاجة بس بتجمع الكل الكريستال بتاعتي. برضو ده نفس الكلام التابل ده احنا هناخدوه دلوقتي شوية بالتفصيل شوية هنقول احنا عندنا ده الايزومترك وفي عندنا في الايزومترك دي فيها خمسة خمسة في عندنا خمسة وده يعتبر ده احنا لازم نحفظه ده قلنا ده الهولو آآ في عندنا فيها سبعة كريستال كلاسز. واحنا لازم نحفظ الهولوسيمتراكال كلاس. في عندنا الارترومبك. ودي فيها تلاتة كريستال كلاسز. واحنا لازم نحفظ ده الديبراميدل. وفي عندنا الهيكساجونال فيها سبين كريستال كلاسز. واحنا لازم نحفظ ده اللي قلنا اللي هو الهولوسيمتراكال بتاعها. فيها خمسة. واحنا هنحفظ ده. وفيعد كده فيها تلاتة واحنا هنحفظ بتاعها وبعد كده فيها اتنين واحنا هنحفظ وهنا ده بيجمع لي كل فيها 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 وفيها ولا ما فهاش وبعد كده كاتب لي بتاعها بتاع كل واحدة من دول احنا منزمين نحفظ بس كل حاجة خاصة يعني كل واحدة من دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة احنا محتاجين نحفظ التصفات بتاعتها لجيت ما نوصل بتاعها. طيب نبدأ بالتريكلينك سيستم نبدأ بالتريكلينك سيستم. التريكلينك سيستم آآ ناخد بالنا بقى احنا ناخد السبعة فصائل وكل فصيلة ايه اللي موجودة فيها? اول حاجة نهتم بيها واحنا بندرس الجزء ده ان انا ايه هي الصفة اللي بتميز كل اللي تحت الكريستل سيستم. يعني انا عند دوقتي التريكلينك كريستل سيستم. التريكلينك دي فيها تو سب كلاسز. فيها تو كلاسز. التو كلاسز اللي موجودين فيها دولا. ايه هي الصفة الاساسية اللي موجودة فيهم? ان ايه بيقولي كده فقط فيها اماظ يا اما فيها اماظ او اماظ 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 دي الفصيلة الوحيدة اللي فيها كده. الفصيلة اللي فيها كده. فانا لو ايه فيها فقط اماظ 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 يعني بيلفوا كل تطupa ستين درجة يعني بالاخر ما بيعملش حاجة. يعني بيلفوا وارجع مكانه تاني ماملش عكا تاني. وبالتالي ما فهاش اي خالص. او فيها اه بار او اللي هي فيها او سنتر او سنتر او سنتر او اللي هو قلنا بنرمزه بالرمز ان. طيب بيقول لي ان هي اه في منهم واحدة ما بيقول لي ما فهاش اي مفهاش اه اي اه طبعا اكسس ده فيها بس ان في واحدة منهم فيها اللي هي فصيلة اللي هو تحت ده يعتبر بتاع ده اللي احنا كنا بدرسه قبل كده اللي هو مفهاش. بيقول لي ان في عندنا فيها اه اللي هي البيديال والبيناكويدل احنا قلنا احنا مهتمين نعرف البيناكويدل. اه بيقول لي بعض اللي بتتكون داخل الفصيلة دي زي ده من اشهر المعادن اللي بيتكون في فصيلة فيه البلاجوكليز كلها بتكون في فيه احنا نحفظ على الاقل في كل فصيلة اسم معدن اه معدن مشهورة اللي بتكون في الفصيلة دي. طيب اه ده هنا بيقول لي ده الفول اه اه بتاعه ده بتاعه عشان هو هنا كده كده فالأبرفيرشن هو الفول اه سيمبل. طيب المونوكلينك ساستم المونوكلينك ساستم في اه صفة اساسية بتتميز التلاتة اللي موجودين في المونوكلينك. بيقول لي ان هي اما يكون موجود فيها اه سينجل توفولد روتاشن اكسس. اند اور سينجل ميرول بلين. يبقى فيه فصيلة هما دلاتي عندي فيه تلاتة. فيه تلاتة اه ساب كلاسز او تلاتة كلاسز موجودين في المونوكلينك ساستم. واحدة فيهم فيها اه اه وان او سينجل توفولد روتاشن اكسس. والتانية فيها ا второй مرو بلين. بس. والتالتة فيها ميرول بلين. ودي اللي هي صاة تلف بصفيتر. يبقى احنا عندنا ده التفصيل بتاقي. يبقى احنا عندنا فيه واحدة فيها فقط ميرول بلين. واحدة فيها فقط لتو فولد روتشن اكسس. واحدة فيها تلف بصفيتر ويميرول بلين. وبالتالي يبقى فيها center وثمتري. وده تعتبر الهولو سيمتري كالكلاس اللي احنا بنسميه هنا الاسم الفصيل عندي اسم الكلاس عند هنا بريزماتيك طيب بيقول لي ان احيانا بقى فيها سنتر زي مسلا في الهولو سيمتري واحيانا ما فقاش سنتر زي في الساب كلاس بيقول لي ان اللي بتكون في تلت بتديني تلت تلاتة كلاسز في الكريستال دي الدوماتيك والسفينوليال والبرزماتيك احنا همنا قلنا البرزماتيك اشهر المعادن اللي بتكون في فصيلة دي زي معادن المايكا اللي هي مسلا البيوطايت والمسكوفايت زي مسلا الكولورايت زي الجيبصم يعني معادن مشهورة زي الأورسوكليز لو بتشفل سبار زي الكوليناين زي التالك ما شاء الله اللي استبتعتها مليانة معادن فاحنا يعني لحافظنا معادنين تلاتة يبقى سهل جدا ان احنا لو نسينا واحد نفتكر اتاني لكن مهم ان احنا زي ما قلنا نحفظ اسم معادن او معادنين من المعادن اه الاساسية فيها. اه ده هنا الكل فصيلة او كل كلاس من الموجودين دولة ده هنا بتاعه بتاعه ولا بتاعه مختصر لي وعشان هو كده كده مختصر فاحنا الام هي الام والاتنين هي الاتنين والاتنين اوبر ام اتنين اوبر ام مش اختصر اكتر من كده مش اختصر اكتر من كده. الارترومبك عندي بيقول لي ان هي اه فيها ميزة او احنا عندنا فيها تلاتة ساب كلاسس. تلاتة كلاسس اللي موجودة في الارترومبك سيستم. بيقول لي ان هي اما ان يكون فيها اه 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 او 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 ا التلاتة اه ماشيين مع الاي والبي والسي او فيها تلاتة او فيها تلاتة محاور عموديين على تلاتة الموجودة عندي ودي اللي هي فاحنا في عندنا في واحدة فيها اه قلنا اه تلاتة بلينز ادي دي فيها بلينز ايه وفي التانية فيها تلاتة طبعا ده ده غلط ده ده فيها تلاتة بلينز او ان يبقى فيها اه مع زر يا شباب دي فيها واحد اه محور سي لايقرا ايه مع اثنين لان هي ده فصيلة البرامض الدي والبرامض ده لازم يكون فيه محور سي لايقرا ايه وماشي مع MARY مع اثنين او يبقى فيها تلاتة تلاتة محاور بس تلاتة محاور سي لايقرا او يبقى فيها تلاتة محاور عموديين على تلاتة السيلاوي اللي هي فاصلة فصيلة الاورترومبك. ده الهولوسيمتريكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكراكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلاكلا اشهر المعادل الموجودين فيها عندنا فيها مثلا الاندالوسايت عندنا فيها الاراجونايت عندنا فيها البرايت عندنا فيها مثلا اوليوبين اه عندنا فيها السالفر وتيفر يعني تحفظ اي ثلاثة اربعة منهم اه ما فيش مشكلة احنا كده كده في اخر الكورس ان شاء الله هناخد مجموع من المعادل كل معدل بالانترنل استراكشور بالاتوميك بتاعه من جوه فاطلا ما هناخده في الاخر لازم نبقى حافظه ما فيها ش كلام احنا من دون حاجات انا اخدها مثلا السالفر ممكن نتكلم شوية على السليكيتس حاجات كده فلازم نبقى عارفين الديتيل لكن انا لازم في كل فصيلة يكون حاضر عندي اسم معدن او اتنين طيب ده هنا بيقول لي ان ده بتاعتها وده بتاعتها ده بتاعتها احنا مطالبين بالهولو سيمتريكال كلاس ماشي كده طيب هو اه في قاعدة احنا قلناها في ان انا اعمل هل في قاعدة معينة في فيش قاعدة واضحة غير ان احنا دي مفروض لما انا احطوهم جميع بعض يبقى كل فصيلة ليها رمز يختلف عن التاني كل فصيلة ليها رمز يختلف على التاني فهو بحاول يختصر بحيث ان ما يخليش رمزين متكررين طيب الطبعا هندي فصيلة فيها سبعة سبكلاس فيها سبعة سبكلاس لكن بيقول لي انه كل الكلاس دي كلها فيها سينجل فور فولد سيمتري اكسس سواء انه السيمتري اكسس ده الفور فولد ده اه روتيشن او روتو انفرشن يبقى اما فيها غير واحد محمر تماثل رباعي واحد محمر تماثل رباعي اما رباعي دوراني او رباعي انقلابي اللي هو روتيشن او روتو انفرشن محمر تماثل رباعي فكلها فيها محمر تماثل رباعي واحد طيب بيقول لي بقى ان هي وبقى ممكن تبقى فيها اه اه اكسس تانية ممكن يبقى فيها سنتر او سيمتري طبعا ممكن لا ممكن يبقى فيها ميرو بلينز ميرو بلينز اللي فيها ممكن توصل لخمسة ميرو بلين والخمسة ميرو بلين دي موجودة في الهولو سيمتريكال كلاس موجودة في الهولو سيمتريكال كلاس بيقول لي ان اللي بتتقسم عندنا اللي هما اللي موجودين عندي دولة. ماشي والاسماء بتاعتها والنهب لكده. لكن انا هميني عندي هنا اللي هو اللي بتاعها اللي هو من اشهر المعادة اللي موجودة فيها عندنا مسلا زي معدن طبعا نتيز مش مشهور اوي لكن ده معدن مشهور عندنا ايا كان وهيجي لنا بعد كده في اخر الكتاب ان احنا نتكلم على معادن خاصة بيها لكن احنا ده يعني ايه ممكن نحفظ اسمين بس او ثلاثة زي ما قلنا بقى مثال للمنرال زي بتتكون في الفصيلة اللي احنا بندرسها. التتراجونال ادي اسماء بتاعتها كل فصيلة كل كلاس من دولة ايه هي المحاور موجودة فيه سواء كان المحاور سواء كان ودي الاختصار بتاعها تلهر من موجن سيمل. وبعد كده هناخد الهيكساجونال سيستم والهيكساجونال برضو فيها سابن كريستال كلاسس فيها سابن كريستال كلاسس كلهم فيهم سنجل سيكس فولد اكسس و سيمتري سواء كان اكسس او روتون برجن اكسس ايا كان. عشان كده هتلاقي ان مسلا كلها بدأ بستة او ستة بار ستة او ستة بار لان كلها فيها الفصيلة الوحيدة اللي فيها اه اه سيكس فولد اكسس او سيمتري او سيكس فولد روتايشن او روتون برجن اكسس هي فصيلة الهيكساجونال. اه بيقول ان هي اه فصيلة الهيكساجونال ممكن فيها محاور تمثل سنائية ازي مسلا او غيرها اه بيقى فيها مستويات غالبا بتوصل احيانا لسابعة اه 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 احيانا الا سبعة اه كلاس اللي هي موجودة واحنا يهمنا الاخير اللي هو يعتبر الهولو سيمتري ان احنا نحفظه الديتيل وده بيسموه اشهر المنورز الموجودة فيها زي اه زي اه زي ساب كلاس ايه هي الصفات بتاعتها لجيت ما نوصل لهيرمن موجان سيمبول عنصر التمثل الموجود فيها الاكسس والبلاينز والسنتر وفي سيمتر التريجونال ساستم ودي فيها خمسة ساب كلاسس او خمسة كلاسس اللي كلهم مميزين بصفة طرعا كلهم مميزين دي نحفظها جدا في كل كلاس كل كل ايه هي الصفة الاساسية اللي بتجمع كل الساب كلاسس اللي او كل اللي موجودين داخل داخل الغابة واي فيها خمسة كلاسس اللي كلهم مميزين بتجمع كل ايه هي الداخل داخل الكيوب ساب داخل كل ما يوقع فيها عام ،freد هى فصوى تانية فيها خمسة الكيوب السابة الموجودة فى الكيوب تلاقى هنا ارباع PLA او ارباع 63 اول روتين ايه يعيش اساكلا أو ارباع 3 خمس lens ثلاثي 뭐 فصائلات السلسي. فصائلات السلسي. السواءً برضو هذا الـ 3Fold or Rote Inversion وليس تفرق هناك اثنين. يعني هناك مثلاً في روت إشتراف و تفرق كده موجوده. طيب وليون أننا أحياناً بيأ فيها 3Fold or Rote Inversion اكسس و إجتماعية. أحياناً بيأ فيها سنتر وحيانا بيقى فيها بتوصل لتلاتة زي في طبعا اعلى رقم دايما بيقى موجود في اللي هو بيقى فيه بيقى فيه بيقى فيه الاكبر عدد من بتادي اكبر عدد من ده كل اللي بيقى موجود في طيب انواع اللي الموجودة او الكلاس الموجودة احنا قلنا فيها خمسة والخمسة دولة احنا يهمنا اللي هو بيسموه وده يعتبر اللي موجود عندنا اللي موجود عندي ده هو بتاع فصيلة اه التريجونال واحيانا بيسموها اه اخدنا قبل كده بيسموها لان ده من ضمن الاشكال المميزة جدا في فصيلة السلاسة الاشهر المعادل الموجود عندي هنا طبعا معدن كالسايت معروف جدا ضوماية ابن عمه احنا اخدنا من شوية هنا ده زي الترمالين ايا كانت يمكن لها مجموعة من المعادل اللي بتتدور في فصيلة اه السلاسة. اه دي اسماء اللي موجودة عندي. اه بتاعتها واحنا يهمنا قلنا بتاعها اللي هو بيسموها ودي كل واحدة فيها والهيرمون موجم بتاعها. اخر فصيل عندنا فصيلة الكيوبك. فصيلة الكيوبك فيها اه 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 سبع كريستال كلاسس برضو. وكلها كل الكيوبك فيها. فور ثري فولد. اكسس و سمتري. فور ثري فولد اكسس و سمتري. السلي فولد. ده ممكن يبقى روتاشن اكسس او روتو اكسس. مش هتفرعانة. يعني هنلاقيهم كلهم فيهم اه 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 اه. ادى مثلا تلاتة 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 تلاتة. سواء تلاتة بار او تلاتة. او تلاتة. اه 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 افش مشكنة. طيد. السلسية دي. احيانا بيقى فيها معاها حاجات تانية. يعني زي مثلا المحور مع الحيانا بيقى فيها معها محاور آآ رباعية. احيانا بيقى معها محاور رباعي آآ انقلابي. آآ احيانا بيقى فيها محاور آآ صنائي. آآ طبعا عندي بالنسبة لي احيانا ما فيش خالص وحيانا بيزيد الميربلين اللي جيتم بتوصل لأكبر عدد عندي اللي هو آآ تسعة ميربلين وده اكبر عدد موجود في الفصائل كلها. آآ فيها آآ خمسة آآ فيها خمسة في الكيوب. آآ احنا عندنا زي ما وانتنا قلنا كده الكيوب فيها خمسة. آآ فيها آآ سبعة. الهكساجونال فيها آآ خمسة. فيها ثلاثة. المونوكلينك فيها ثلاثة. والتريكلينك فيها اتنين. ده وحنا عندناهم كده هلقيهم آآ اتنين وثلاثين آآ كريستال كلاس. آآ دي اساميها وحنا اهمنا الهكسا اوكتهيدرل وده يعتبر الهولوسيمتري على الكلاس بتاع الكيوب. واكبر كلاس موجود فيه في كل الفصائل اللي موجود عندي. آآ اشهر المعادل الموجود عندي طبعا هلايت عارفينه. الماجنطايت الجارنت آآ آآ هاجلنا دي في الاخر شوية معادل كتير فيها وغيره هندرسها بالتفاصيل بعد كده. ودي اسماء الكلاسس كلها. واحنا يهمنا زي ما قلنا الاخير اللي هو الهولوسيمتري بتاعها. وده كل واحد فيهم بالتفاصيل بتاعه. آآ ده فاصيلة الكيوب بس احنا لو احنا 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 كل فاصيلة كل فاصيلة فيها بعض الالامنس اوف سيمتري فيها بعض الالامنس اوف سيمتري الالمنس اوف سيمتري الموجودة فيها دي احنا المفروض نعرف نرسمها على الا состо니다. ده احنا مطالبين بي بقي يعني انا اذا كنت انا مش مطالب. انا الوقت مش مطالب ان انا احفظ كل فصيله كل كلاس اسمه ايه? كل هرمون متو جنسيبول الب sworn Việt هنا انا مش مطالب ده ماشي كده? يبقى انا مش مطالب ان احفظ الاسم مسلا الكلاس ده ايه؟ ولا اسم لو هرمون متو جنسيبول البingers اسمها متو جنسي من بذلك. المطالب احفظ في اللي هي اله sürس Tackle كالكلاس فقط اللي انا اشارت دي اما بقية يعني انا لو حفظت سبعة انا دلوقتي عندي في اه خمسة وعشرين كلاس انا مش مطالب ان انا احفظه. طيب انا ايه اللي انا مطالب به طبعا انا ليه بادرس? انا المفروض لو انا جات لي حاجة مسلا جالي شكل زي ده. هل انا اقدر اطلع منه بتاعة الموجودة هنا? اه. هل اقدر احدد ان ده تبع الكيوب? اه لان انا عندي ده في محور سلاسي محور سلاسي محور سلاسي محور سلاسي في اربع محور سلاسية واحنا قلنا فصيلة الكيوب هي الفصيل الوحيدة اللي فيها اربع محور سلاسية بدي فصيلة الكيوب. هل اقدر اطلع عناصر التماثل اللي موجودة هنا? اقدر اطلع انا عندي في محور سنائي ومحور سنائي. في محور سنائي. يبقى فيه ثلاثة سنائي وفيه ارباع ثلاثة. فيه ارباع ثلاثة. يبقى ان دلوقتي قدر اطلع اللي موجودة هنا. يبقى ده ده اللي احنا مطالبين به. انت اتطلع لو انا جبت لك شكل زي ده انت اتطلع اللي موجودة فيه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين لو انا جبت لك شكل زي ده. وجبت لك مسلا حطت لك هنا اكس. اكس ده بمثل شكل. هل تقدر تكرره اللي الموجودة هنا? انت ممكن تشوف المقطع ده صعب. انا شايفه هو فعلا في درجة صعوبة. لكن لو انت كررت عليه كتير انا اظن مضاهب سهل جدا. يعني مسلا انا هنا لو حطت انا حط بدل من حط اكس انا حطت مسلا الدوت دي. ماشي كده? الدوت دي لو انا حطيتها هكررها بالثلاثة بقى دوت واحد اتنين تلاتة. بعد كده باستخدام السنائي ده هكرر دول نحية التانية هنا. ماشي بانا عندي في محور السنائي ده. طب باستخدام السنائي ده هيخليلي العلوي ده سفلي. العلوي ده سفلي. العلوي ده سفلي. فهيخليلي هنا بقى التلات دواير هنا. وهنا هنا بقى التلات دواير هنا. يبدأ التكرار بتاع وهكس. طيب. اه ده مسلا ده برضو فصيلة المكعب. فصيلة المكعب. الموجودة عندي هنا قدر اطلعها. ماشي هنا عندي ده ثلاثة محور ثلاثة ده هنا ثلاثة انقلاب ثلاثة انقلاب عندي هنا في محاور ثلاثة محاور ثلاثة عمودة على الام لأنه في عندي الدايرة دي صلد محور ثلاثة عمودة على الام خط محور ثلاثة عمودة على الام فعندي فيه تلاثة محاور ثلاثة محاور ثلاثة عمودة على الام وفي عندي اربع محاور سلاسي انقلابي اربع محاور سلاسي انقلابي وهكذا لدي مثلا هن دي فصيل برضو تبعا مكعب تبعا مكعب دي مسلا اه دي لكن فيها اه كلها محاور ثلاث محاور رباعي وفي اربع محاور سلاسي ست محاور صناي فهاش اي بلين وسبتيم تبعا دي برضو فصيلة تانية او كلاس تانية من كلاس الموجودة في المكعب. وفي عندنا بتاع المكعب اللي احنا اخدناه وعرفناه ودرسناه قبل كده. وده فلو جاب لي مسلا اي شكل سواء ده او ده او ده ايا كان او حتى من بقية الفصائلة التانية. المفروض لو حطي لي مسلا اكس هنا او بدأ ما يحطي لي اكس. قال لي انا عندي مسلا فيه وجه دليل زيرو واحد. اه او واحد زيرو واحد. واحد زيرو واحد يبقى ده طالما زيرو. يبقى ده البي. وبالتالي يبقى هو قطع الاي والسي. يبقى هنا بالاتنين دولار. وفي مسافة في النص يبقى بين الاتنين بالزبط. تقريبا يبقى ده الوجه وتبدأ تكرره بالطريقة اللي موجودة عندي. حسب عناصر. انت بس عندي محور تماثل السلاقي. يبقى ده يجيب ده هنا بيجيبه هنا. محور تماثل ده السلاسي. هيجيب ده هنا. يجيبه هنا واحد. ويجيبه هنا واحد. يبقى ده كده عمل ايه? ده محور تماثل السلاسي. واستخدم بقى المحاور التانية. استخدم مسلا. في ان انا اكرره من ناحية التانية. هستخدم المحاور التانية وان انا اكرره وهكذا. دي فصيلة المكعب دي الاشكال اللي موجودة في اللي هي في. دي الاشكال الموجودة عندي فيها شكل الكيوب. فيها شكل الاكتهيدرون. فيها شكل خلينا نقول ده مسلا ده بيسموه ده كان اكتهيدرون بس انا قسمت لتلاتة. قسمت لتلاتة. فبيسميه اكتهيدرون. ماشي? طيب الشكل ده كان عبارة عن كيوب او هيكساهيدرون. قسمت كل واحد الاربعة. قسمت كل واحد من دولة الاربعة. ماشي? واحد اتنين تلاتة اربعة. فبقى اسمه اه تيترا هيكساهيدرون. ماشي ده بيسموه الرومبك ديتو كهيدرون. ده بيسميه الترابيزوهيدرون. وده بيسموه الهيكسا اكتا. يعني انا كان عندي اكتا. وقسمت كل واحد من دولة لستة. بقى اسمه هيكسا اكتا هيدرون. وده الجنرال فورم بتاع فصيل تكيوبه. واكتر شكل في كل الفصائل في عدد من الاوجه. بيعد من اوجه فيه تمانية واربين واجهة. بالمناسبة الجنرال فورمز غالبا بيبقى الاندكس بتاعها بيبقى تلاتة اتنين وواحد. غالبا الاندكس بتاع 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 بتاعها اللي هو ده. غالبا بيبقى تلاتة اتنين وواحد. طيب يعني احنا اخذنا الشكل قبل كده. لو انا ده فصيلة مثلا المكعب. شكل الكيوب ده عايز امثله على فباخد اول شكل عندي. اول وجه عندي اللي هو مسلا واحد صفر صفر. وهحطه هنا مسلا واحد صفر صفر. بعد كده هكرره بمحور رباعي. هتحط هنا واحد. هنا واحد. هنا واحد. واستخدم مسلا اي حاجة هستخدم المستوى ده. عشان اجيب الاكس دي هنا. مسلا. ماشي وبعد كده هستخدم او اللي هو الافقي ده. ان انا احط مكان على الاكس دي داير. طيب لو انا عندي مسلا حاجة زي كده. حاجة زي كده هاخد الشكل وجه الواحدة اللي هو ده وحطه مسلا هيبقى هنا. ماشي لو واحد 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 في تلاتة يبقى في النص يبقى هنا. وبعد كده هكرره مسلا بمحور رباعي يبقى يبقى بعد سين درجة يجي هنا. بعد سين درجة يجي هنا. وبعدين عندي في مستوى افقي بقى كل اكس هحط عليها دايرة. ماشي. طيب اللي بعد كده اه مسلا طب الدليل بتاع واحد واحد صفر. يبقى واحد. طيب صفر. يبقى ده على الدايرة خارجية. على الدايرة خارجية. يبقى انا هحطه هنا. ماشي. وبعد كده بكرره بمحور الرباعي اربع مرات. وبعد كده مسلا بكرر بمحور السلاسي ده. هيبقى مسلا دي واحد هنا. هيحط هنا التاني. هنا التالت. ماشي. وبعد كده واحد اتنين تلاتة. التلاتة دولة. او ده اربعة دولة. هستخدم الدايرة الافقية. وان انا احط عليهم دواير. عشان يبقى ده معكوس منه واحد تحت تاني. لو جينا نعدهم كده هتلاقي اربعة برة. وفي اربعة في النص واربعة تحتهم في اتناشر وجه اللي هو اللي هو بتاعني اتناشر. وفي عندنا ده مسلا تترا هيكسا. دليله اتنين واحد صفر. اتنين واحد صفر. طبعا صفر يبقى ده برد للسي. يبقى دايرة خارجية. اتنين واحد هيبقى مسلا هنا. انه اقرب اقرب للاي منه البي. ماشي. وبعدين احطه بقى في ابدأ اكرره. مثلا باستخدام ده هيحطولي هنا. وبعد كده اكرره بمحور الرباعي هيحطولي الاتنين دول هنا. وبعد كده اجبهم لي هم هنا. وبعد كده اجبهم لي هنا. تاني استخدم مسلا المحور السلاسي. او محور السلاسي هيكرره لي نفس الكلام. وبعد كده باستخدم مسلا ده واكررهم هم هم الناحية التانية. وبعد كده اي حاجة موجودة جوة دايرة طالما عندي دايرة افقية. يبقى انا هحط على كل اكس احط عليها دايرة. نفس الكلام انا عندي هنا الدليل بتاعي اتنين اتنين واحد. اتنين الاي والبي واحدة. يبقى على خط ده. خط ده كده بين الاي والبي. ماشي? ولكنه اقرب للاي والبي منه للسي يبقى طالع لبرا شوية. لو هنا يبقى واحد واحد واحد. لابد هنا يبقى اتنين اتنين واحد. وبعد كده هكرره مسلا بمحور السلاسي ده. هديني تلاتة كده. وبعد كده هكررهم هم هم بالمحور الرباعي. هيجولي هنا حوالين التلاتة دي. هم هم هيجولي هنا حاولين تاتة دي. هم هم هيجولي هنا. وبعد كده كل واحدة من دول هحط عليها دايرة لان فيه عندي دايرة وفقية. ده مسلا برضو اتنين واحد واحد ده بضل مكانه بضل ممكن انتو تشوفوا ليه مكانه ده. وبعد كده ببدأ اكرره. وبعد كده بحط عليه الدوائر عشان كلهم موجودين جوا الدايرة. بقى عندي هنا اخر حاجة الشكل العام اللي هو اكتر حاجة تمانية واربعين وجه هنعمل اربعة وعشرين وجه في النص هنا. وبعد الاربعة وعشرين وجه كل وجه من دولة هنحط عليه الدايرة اللي هو بيمثلي اللي عندي فيه دايرة افقية. وبالتالي كل وجه موجود عندي فوق. موجود زي واحد تحت. والدواج ده موجود زي ده. وجه ده موجود زي ده. فطالما وجه موجود فوق يبقى تحط اكس موجود زيه تحت معقول زيه تحت بحط عليه دايرة وحكاسم. يعني كده الموضوع انتهى لكن الموضوع ده مش بيخلص كده الموضوع ده بيخلص بكترة تكررنا كتير طبعا هو كان الجزء ده مفوت بساعد في العمل الكريستلز معاك وبتبدأ تطبع عليها بسرعة فالموضوع ببقى سهل ان شاء الله. لكن ان شاء الله انا عوضوا موضوع العمل ده بازن الله. لكن لو انت رسمت الاستجاح بتاع اللي انت خدتها وبدأت تحاول تكرر للاشكال انا اظن الموضوع يبقى سهل. ومع لتكرار الكتير الموضوع الصعوبات اللي فيه بتزول. اخر حاجة اتمنى انه وانتو شغلين وانتو بتكرروا ان انتو لو اي حد اه قبلته اي حاجة يبعتها ليسأل فيها لان الموضوع ده مش هيعدي او مش هييمشي لما تكتر من الامثلة ولو كترت امثلة اكيد هتكتر الاسئلة. ربنا وفقكم يا رب ويعدي الغمة دي على خير. وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وصلاة